قبل الختام مشاهدين يوم أمس وصلتني مناشدة بصراحة تامة والله والله العظيم بغض النظر عن كل ما تقدم وربما تحدثنا الآن بألم عن الوضع الأمني وكذا لكن المناشدة اللي وصلتني أولا ما أعرف اسم الابنية ما نطوني ثانيا ما أعرف مكانها وين يعني وصلت الفيديو وانا شفته يعني وصراحة بليت صافا عن الموضوع هناك جبالي شي خلي شوف الفيديو وبعدين وراها أعلق خلي شوف الفيديو أحلم أمشي ولو ساعة ساعة الثاني أحلم أمشي ساعة حربت السرطان آية عمر 11 سنة طالبة وأما هسة صالي شهر انشلت انشليت بسبب الفقرات العمود الفقر يتآكل عندي وضغط على الحبل الشوكي إذا جرينا هذه العملية بأسرع وقت ممكن أنا راح أرجع أمشي أما إذا تأخرني تأخرني الأيام أو ساعات الأحصاب راح تموت وما راح أقدر أمشي راح يضعف الأمل أما الآن الأمل موجود والناس الطيبة موجودة أنا أتمنى من الناس أنه تساعدني وشوف حالتي وتساهم بالتبرعات حتى أرجع أمشي ويرجع الأمل وأرجع الحياة الطبيعية لأن الثاني ما عايشة ما حسب نفسي أصلا عايشة ما متعودة يعني شخص يقعد الصبح ما يقدر يمشي صدمة جبيرة حياتك ناشد هاي الناس الطيبة اللي راح أستاهم ما راح تدري إنه جد راح أستاعد إنسان راح أتقومه على رجلي راح ترجع الأمل بي راح ترجع الحياة العادية راح ما عرف يعني جد راح أدعي لكم أو شي فأني أتمنى منكم من الناس هاي الطيبة إنه تساهم في حياة طفلة بعد نظيرة مشاهدين طبعا أول ما تشوفون الفيديو أو أنا خلت تكلم عن نفسي أول ما شفت تتبادري لذهني أمور عديدة أولها أولها تذكرت غسالات الأموال اللي موجودة بالبلد تذكرت البلوغرات أصحاب الثراء السريع تذكرت هذني اللي جرن بالسيارات بالإحبال اللي بعد ما تروح الدبي باربع تيام خمسة تذكرت اللي تحتفل تقول اشتريت شقة بخمسين شدة بوابة بغداد من مالي الحلال تذكرت المشاكل اللي تطفع السطح بسبب زواج فلانة الرابع والخامس وطلاق فلانة السابع والثامن تذكرت حمل فلانة وعلانة شون تاخذ يعني مثل النار بالهشيم تاخذ ترند تصدر تذكرت هواية أمور تذكرت راقصات تذكرت أفلام مسربة تذكرت لقطات خليعة تذكرت ترندات المحتوى الهابط هذني كلهني جني على بالي لما شفت هذه الطفلة اللي السرطان يأكل العمود الفقري مالتها ومستعجلة لإجراء عملية وما تمتلك المال الكافي العصابات وغسيل الأموال وأبو الذهب اللي طالع لي داين الدولة ذهب واللي يطلع يعرض له أربع شقق خمسة واللي يصعد بطيارة بجواز دومونيكان ويفتر بلندن وغير لندن واللي يطبون بأماكن سهور الشون هاي الفلوس واللي يطلعا يتباها لأنه جنتتها بأربع تالاف وخمس تالاف دولار وحذاء تكرمونه تسع تالاف وعشر تالاف بسبب الطليان الموجودة اللي وراهم ذكرت اللي نزلا شالا تكرمون حذاء وشحاطتهم وضربوا بيهن رجل المرور بالشارع هذني كل هالأحداث مرت قبال عيني ذكرت اللي صارت ترند بيوموني تبجي على تشلاب مالتها والبزازين وما ذكرت الرجال لأن الرجال بخمسين يتعوض بس والببغاء ما يجي مكانه ذكرت كل صاحبات الفضائح اللي ثاني يوم بعد الفضي حمالتها تشتري مركز تجميل ذكرت ثاني يوم اللي تقعد من فيلم مسرب إلها وفيلم فاضح وتقعد ثاني يوم تشتري كافية أو مطعم ذكرت اللي تطلع تنضرب على وسائل التواصل الاجتماعي وتنهان ثاني يوم تحضر مهرجان باللباس فاضح ذكرت اللي متهمة بغسيل الأموال وثاني يوم ألقاها صعدة تكت بطيارة وتروح تقضي باليونان أو بغير دول عطلتها فأرجو من الشرفاء أنه يستاهمون ويانا بأن نشوف حل لهذه الطفلة اللي يأكلها السرطان ونتقالها في مابيناتنا ونتغلب على هذه الفقاعات اللي تطفو على سطح المجتمع العراقي